قانون الأحزاب المرقم 36 لعام 2015 دخل حيز التنفيذ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن إحدى فقرات القانون قد أحرجت الأخيرة على ما يبدو خصوصا وإنها لا تملك القدرة في التعامل مع الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية التي حضرها القانون الكيانات السياسية التي لديها أجنح مسلحة ومليشات يحضر عليها أن تعطى إجازة للأحزاب ولم يحدد القانون من الجهة التي تحدد هذه المليشات لكل كيان هل هي وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو الأمن الوطني أو جهاز المخابرات الوطنية وضع الأمر متروك عليه نعتقد المفوضية سوف تواجه في هذا الملف بعض المشاكل لكن سوف نتعاون مع مجلس وزارة بخصوص هذا الموضوع ووجهات الأمنية المختصة ووضع أجراعات خاصة بهذا الموضوع ولعل من أهم الفقرات التي قد تستغلها المفوضية في التعامل مع التشكيلات العسكرية هو ملف تحديد مصادر الأموال لكل كيان سياسي من خلال وضع الأحزاب أمام آليات ديوان رقابة المالية ومتابعته للحسابات الختامية والأهم هو منع الدعم الخارجي بعد تمويل الأحزاب من الموازنة العامة للبلاد خلال سنة ينبغي على جميع الأحزاب أن تكيف وضعها مع هذا القانون القانون وفر شفافية كبيرة في مجال المالي ابتداء من حيث تمويل الأحزاب ودعم الحكومة لها وانتهاءا بدور ديوان الرقابة المالية في مراجعة الحسابات الختامية لكل حزب سنويا اسوة بدوائر الدولة الرسمية تمويل الأحزاب من قبل الحكومة طبقا للقانون الخاص بها قد يعمل على استقطاب أحزاب جديدة أو اندثار كيانات أخرى واحتمالية تلاشي تشكيلات عسكرية تابعة لأحزاب عند قطع المال الخارجي عنها ياسر الحطاب قناة المدى بغداد اشتركوا في القناة